اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم بصائر العلم نرحب بكم دائما ونرحب دائما بهذه المتابعة منكم أيها الحبة وفي هذا البرنامج دائما مع شيوخ متخصصين من مختلف العلوم الشرعية ودائما إن شاء الله تعال نصر الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن نحقق هذه الاستفادة في هذا البرنامج وخصوصا أن معنا إن شاء الله أساتذة متخصصين في مختلف العلوم الشرعية فكونوا معنا البداية إن شاء الله يلحب في هذه الحلقة مع التفسير وعلومه ومعنا إن شاء الله أستاذ التفسير وعلومه الشيخ أسامة سعد الدخيل يحدثنا إن شاء الله ويكمل هذه السلسلة في الحديث حول هذا العلم المهم لمعرفة كلام الله عز وجل ومراده وإن شاء الله نحقق معنا هذه الاستفادة فلنتابع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين وبعد أخوانا المشاهدين حياكم الله في برنامجكم بصائر العلم وفي هذه السلسلة المباركة سلسلة تفسير كتاب الله تبارك وتعالى ونحن في الجزء الأخير الثلاثون من هذا الكتاب المبارك فيما مضى ذكرنا أن الله تبارك وتعالى في سورة النازعات قد أمر نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى فرعون ويلين معه الكلام في الدعوة وها هنا لا بد أن يتعلم الداعي أن أثناء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون لين الجانب غير غليظ حتى يقبل الناس منك الدعوة ولكن هذه لا بد أن تكون لها حد فلا يتجاوز الإنسان حده في الدعوة والليم حتى يضر الدعوة أو يفرط أو يظلم أو يقصر في حقوق غيره فجاءت هذه السورة المباركة في بيان تصحيح الدعوة وكذلك بيان حال المدعوين وجزاؤهم في الآخرة في سورة عبسة القرآن الكريم أغلبه ينزل تداء من الله تبارك وتعالى يعني رحمة من الله جل وعلا لنا وبعض القرآن ينزل بسبب حادثة أو واقعة أو سؤال وهذا ما يسمى بسبب النزول فإذا كان للآيات التي نتلوها أو للسورة سبب نزول فحلي بنا أن نعلمه ونتدارسه حتى يكون معينا لنا في فهم وتدبر هذه السورة المباركة وسورة عبسة من هذه السور التي لها سبب نزول وسبب النزول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان مشغولا بدعوة عظماء قريش قيل ربيعة عتب بن ربيعة وأخوه شيبة وقيل أبو عمر عمر اللي هو أبو جهل بن هشام وغيرهم من صناديد قريش فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء ومهتم جدا بهم لأنهم رؤوس قريش إذا أسلم هؤلاء فما بعدهم أيسر بل ربما يدخل الناس جميعا فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوتهم إذ أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يرح عليه يا رسول الله علمني يا نبي الله أقرئني أرشدني وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوته هؤلاء فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأعرض عنهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات في كتابه يصحح الدعوة ويعلمنا ويرشدنا من فضله تبارك وتعالى فقال جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فقوله جل وعلا عبس عبس أي قطب وجهه تكرها وتولى أي أعرض عن هذا الذي جاءه ثم قال أن جاءه الأعمى أي المعنى أي بسبب أن جاءه الأعمى وهنا لاحظ أخي كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر عبد الله بن أم مكتوم بصفة العمى كأنه يبين عذره في أنه لم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة عظماء قريش وهو حريص على دعوته ثم قال وما يدريك لعله يزكى أي لم صنعت هذا لعل هذا الذي أعرضت عنه يتوب ويتزكى ويزكي نفسه من الشرك إلى الإسلام وإلى توحيد الله فلا تدري يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل ما في القرآن من قول الله تبارك وتعالى وما يدريك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري وكل ما في القرآن من قوله وما أدراك فإن الله عز وجل قد أدراه وأعلمه قال وما يدريك لعله يزكى أن يتوب من الشرك ويطهر نفسه من دنس المعاصي إلى طاعة الله تبارك وتعالى قال أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يتعظ منك يسمع منك كلاما فيتعظ فتنفعه هذه العظام التي يسمعها منك ثم قال عز وجل أما من استغنى الاستغناء هنا الحاصل من هؤلاء الكفار يكون استغناء بنفسهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما رزقه الله عن الجنة وعن الدار الآخرة وعن الله تبارك وتعالى وها هنا قاعدة قال أهل العلم إذا حذف المتعلق بالفعل يعني استغناء لو قلت لك استغناء بماذا عن ماذا فلن تجد الجواب فإذا حذف المتعلق بالفعل فإنه يدل على العموم أي استغناء بنفسه عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم واستغناء بماله عن الدار الآخرة واستغناء عن الله جل وعلا إلى آخر هذه الأم الكلام قال مثل هذا الذي استغناء عنك وأنت الذي أقبلت عليه فأنت له تصدى أي تحرص كل الحرص على أن تهديه وتشرح صدره للإسلام وتبين له ثم قال وما عليك ألا يزكى أي لا يضرك إن لم يدخل في دين الله تبارك وتعالى لما؟ لأن الداعي والأحب مهمته هو دعوة الناس وإبلاغهم لا هدايتهم رغم أنفهم لعلنا نقف هنا ونكمل بإذن الله بعد الفاصل مرحبا بكم مرة أخرى إخواني المشاهدين نكمل حيث وقفنا عند قوله جل وعلا وما عليك ألا يزكى قلنا أن الدعاة وأولهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم هم هو بلاغ الناس وإبلاغهم وتحذيرهم ليس أن يهدوا الناس رغم أنوفهم يقول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم إنما الهداية لله تبارك وتعالى لكن الذي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعاة من بعده هم أن يبلغوا الناس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها ثم بعد أن بيّن الله عزيزي الحال الناس المدعوين القسم الأول منهم وهو الذي استغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الدعوة وعن هذه الملة ثم بيّن الجزء الآخر والقسم الآخر من المدعوين وهم المقبلين على هذا الدين الراغبين في هذه الدعوة فقال جل وعلا وأما من جاءك يسعى تأمل الفرق الأول استغنى عنك لا يريدك وأنت الذي قبلت عليه الثاني جاء بنفسه وحاله يسعى والسعي هو المشي الشديد في طلب الشيء كما السعي بين الصفا والمروى فهو جاء بنفسه وهو يسعى بشدة رغم أنه أعمى فالتأمل الفرق بين الأول والثاني قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى يعني وحقيقة أمره أنه يخشى الله جل وعلا ويخشى عذابه ويرجو رحمته فمثل هذا قال فأنت عنه تلهى يعني مثل هذا تتلهى وتتشاغل به عن غيره قال الله تبارك تعالى كلا أي لا تفعل ذلك لأن حق هذا الإنسان الراغب في الدعوة المقبل عليك الذي حقيقته يسأل يتعلم وهو يخشى الله حقه أعظم من المعرض عنك الذي لا يسأل عنك وأنت الذي تأتيه فحق هذا أعظم وأولى من حق الآخر قال عز وجل كلا أي كف عن ذلك أو لا تفعل ذلك إنها تذكرة أي هذه الآيات وهذه السورة المباركة عظة وتذكرة فمن شاء منكم اتعظى وكف عن ذلك ثم ذكر ما كانت هذه الآيات قال في صحف مكرمة هذه الصحف ما لها مرفوعة عند الله جل وعلا مطهرة وهي لوح المحفوظ وهي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي سفرة السفرة هم الملائكة وسموا سفرة لأنهم سفرة بين الله عز وجل وخلقه من الجن والإنس وغيرهم قال فقال نعم كرام بررة هذه صفة الملائكة أنهم كرام بررة والبررة جمع البر وهو التقي النقي الخاشع الخاضع لله تبارك وتعالى أيها أحبة هنا لا بد أن نذكر أمر بعض الناس يظل أن هذه الآيات التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الآيات يكون فيها طعن للنبي صلى الله عليه وسلم أو انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ عظيم لو تأملت لما بدأت السورة قال الله تبارك تعالى عبس وتولى من لم يذكر لم يذكر من الذي عبس وتولى وهذا يسمى تلطف في العتاب إذا كان الله جل جلاله قد تلطف في عتاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بالله من الذي بعد ذلك يجرء حتى أن يعاتب النبي إذا كان الله تلطف في عتابه مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من يجرأ بعد ذلك أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات غيرها فيها حفظ وحفظ مكانة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هذه الآيات ونحوها تبين مدى صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هوى لا حجب هذه الآيات عنا لأنها فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام ولكن لأمانته وصدقه فإنه قد بلغ كل ما أنزله الله جل وعلا إليه الناس كافة ها هنا ينتهي المقطع الأول في هذه السورة المباركة وهو تصحيح الدعوة إذن نأخذ من هذا فائدة أيها الأحبة أن في باب الدعوة لا ينبغي للناس أن يلينوا في جانب الدعوة حتى يضيعوا أصول الدين أو بمعنى أن يبالغ في اللين حتى يظلم غيره أو يأخذ من حق غيره نعم لين في دعوتك ولين في عظاتك لكن إلى حد معين لا تقف بعده لا يوجد بعده لين طيب المقطع الثاني في هذه السورة يبين الله عز وجل فيه حال الإنسان الكافر هذا الذي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وغيره ممن استغنوا عن الملة وعن الدعوة فيقول الله جل جلاله مبينا حال هؤلاء يقول قتل الإنسان ما أكفره قتل هنا بمعنى لعن وهلك فهي دعوة عليه بالهلاك والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى قال الإنسان إذا ذم الله الإنسان مثلها هنا قال لعن الإنسان أو قتل الإنسان فالمراد الإنسان الكافر وما يدلك على ذلك هو الكلام بعده قتل الإنسان انتهى الكلام كلام الذي بعده تعجب ما هو ما أكفره أي ما أشد كفره فيكون قتل هذا الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله جل وعلا ونعمه ونقف هنا وإن شاء الله نكمل فيما نستقبل من أمرنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بعد تفسير وعلومه إذن أيها الحب ننتقل أيضا للحديث حول علم آخر مهم وهي اللغة العربية وأهميتها في فهم النصوص الشرعية مع أستاذ اللغة العربية الشيخ محمد الكندري فلنتابع بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علم النحو وهو من أشرف العلوم وأجلها وعلم النحو من علوم الآلة التي نستعين بها لفهم كتاب الله جل وعلا ولفك عبارات باقي العلوم من علوم الفقه والحديث وغيرها فلو أخذنا على سبيل المثال قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فلو رفعنا وقلنا إنما يخشى الله لفسد المعنى لفسد المعنى لماذا؟ لأننا لم نأخذ الآية كما قالتها العرب فالعرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول وهنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى ولا يخشى أحد فلذلك وضع علماؤنا قواعد للغة العربية متى نرفع الإسم ومتى ننصب ومتى نجر وهذه القواعد استمدها العلماء من كلام العرب وكلام العرب هو ما نزل به القرآن فالقرآن نزل بلغة العرب لذلك جاء العلماء ووضعوا قواعد لهذه اللغة لكي يبتعد الإنسان عن اللحن فمع الفتوحات الإسلامية دخل في الإسلام الأعاجم وغيرهم فأصبحت اللغة العربية مهددة وذلك لاختلاف اللغات فجاء العلماء وضبطوا اللغة العربية حتى يستطيعوا فك العبارات وفهمها والجملة تتكون من ثلاثة أجزاء الإسم والفعل والحرف فأما الإسم فهو إسم لذات الشيء لمن أذكر إسم إنسان كمحمد أو خالد أو زيد على سبيل المثال فأنا أتصور الشخص نفسه ولا أتصور حركته أو عمل اللي يقوم به إنما أتصور اسم الشخص ولو قلت أسد كذلك نفس التصور فأعنني أتصور الحيوان كذلك لو قلت فيل ولو ذكرت جماد ككتاب على سبيل المثال أو قلم فأنا أتصور هذا الجماد فالإسم هو عبارة عن تصور لذوات أما الفعل فهو الفعل الذي يقوم به الإسم أو الحركة إذا جينا بنفرق بين الإسم والفعل الفعل هو الحركة اللي يقوم بها الإسم على سبيل المثال لو قلت محمد يركض الآن محمد إسم أما يركض فهو فعل وهو الفعل الذي قام به الإسم فلا يكون إسم فلا يكون فعل من غير إسم فلكل فعل إسم أما القسم الأخير من أجزاء الجملة هو الحرف وهو عبارة عن مكمل للجملة وليس له معنى بذاته إنما يستمد معناه من خلال الإسم أو الفعل بهذه الأقسام الثلاث تتكون لدينا الجملة فالجملة هي جملة مفيدة تفيد السامع لكي يفهم ما تريد أن تصل إليه فلو قلت على سبيل المثال زيد وسكت هذه ليست جملة مفيدة كان وسكت ضرب وسكت هذه الجمل ليست مفيدة لأنها لا تدل على معنى ولا ولا يستطيع السامع أن يتصور شيء أو يصل إلى هدف معين أما عندما أخبر السامع وأقول له محمد مجتهد فهنا كملت أجزاء الجملة بحيث صار عند المتلقي معلومة أخذها واستطاع أن يستفيد منها ويفهمها ويتصورها في هذه الحالة نسمي الجملة مفيدة أو جملة أو كلام بغير هذه الحالة كما ذكرت سابقاً لو قلت محمد أو خالد أو زيد وسكت في هذه الحالة فالجملة غير مفيدة فالجملة المفيدة تتكون من أجزاء كما ذكرت اسم فعل حرف بالنسبة للفعل الفعل يتكون من ثلاثة أقسام بحسب الزمن فلو قلت ضرب هذا الزمن يدل على زمان إنقضى ضرب زيد إذن الضرب وقع وانتهى الضرب وقع وانتهى مثال آخر لو دخلت على ابني وقلت درس الدرس درس زيد الدرس فهل ابني قاعد يدرس لا إذن انتهى من الدرس فهو زمن ماضي وانتهى طيب هذا هو الزمن الماضي أما الزمن المضارع فهو الزمن اللي حاصل في الوقت هذا وفي المستقبل على سبيل المثال يدرس زيد الدرس يدرس زيد الدرس فهو ماسك الكتاب ويدرس وممكن يمتد زمن الدراسة إلى ساعة إلى ساعتين فهذا هو ما يدل عليه الزمن الحاضر والمستقبل في الفعل المضارع عندنا القسم الأخير من أقسام الفعل هو الأمر تكلمنا عن الماضي والمضارع الآن الأمر وهو أن أأمر الشخص وهو أن أأمر الشخص بأن يقوم بفعل ما فاصل ونتكلم إن شاء الله عن الفعل الأمر بتفصيل أكثر تحدثنا عن الجملة المفيدة وأجزائها وقلنا أن الجملة المفيدة هو الكلام الذي يدل على معنى أو الكلام الذي يفهمه السامع أمامي فلو قلنا على سبيل المثال زيد وسكت فهذه ليست جملة مفيدة والجملة المفيدة تتكون من ثلاثة أجزاء الاسم الاسم وهو اسم الذات كمحمد اسم شخص في اسم حيوان كتاب اسم للجماد هذا القسم الأول وهو الاسم وعندنا الأفعال وتحدثنا عن الفعل الماضي وقلنا أن الفعل الماضي أمر حدث وانتهى فلو كان ابنك يدرس وأنت قاعد تصف الموقف هذا وقلت درس زيد فمعناته أن الآن ترك الكتاب لأن درس وانتهى أما الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على الزمان الحالي أو الحاضر والمستقبل فلو دخلت على ابنك وقلت يدرس زيد فهو الآن يدرس والدراسة تمتد إلى ساعة أو ساعتين وتوقفنا عند الفعل الأمر وهو أن أأمر الشخص الذي أمامي فلو دخلت على ابني وهو لا ما يقوم بأي شيء فأنا هنا أأمر بالدراسة فأقول ادرس ادرس فالفعل الماضي فعل حدث وانتهى الفعل المضارع فعل حاضر الآن وللمستقبل الفعل الأمر لا يدل على الوقت الحاضر إنما يدل على المستقبل فقط هذا الفرق بين الفعل الماضي والمضارع والأمر أما الأسماء فهي كما ذكرت هي أسماء لذوات إما اسم إنسان وإما اسم حيوان وإما اسم جماد والحروف كما ذكرنا سابقا هي لا معنى لها بذاتها إنما تستمد معناها من خلال الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية بداية نتكلم عن الجملة الاسمية والجملة الاسمية هي ما بدأنا به الكلام بإسم كما ذكرنا سابقا أن لدينا أسماء وأفعال الأسماء كزيد وأسد وفيل فلو قلت زيد زيد وهو ما يبتدأ به الكلام يحتاج إلى خبر أخبر عنه فأقول زيد على سبيل المثال مجتهد هنا لدينا جملة كاملة اسمية كيف حكمت عليها أنها اسمية وليست فعلية لأنها بدأت باسم فزيد اسم نقول زيد مجتهد هذه جملة اسمية زيد ما ابتدأ به الكلام طيب ماذا نضع علامة لما ابتدأ به الكلام العلامات في اللغة العربية إما الضم أو الفتحة أو الكسرة أو السكون فعندما أقول محمد عفوا زيد مجتهد زيد هنا ضممت وضعت ضمة والضمة هي علامة للرفع فحكم المبتدأ الرفع دائما وأبدا فعندما أعرب المبتدأ أقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة نأتي إلى الشق الثاني من الجملة الأسمية وهو مجتهد عندنا زيد وقلنا أن زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لدينا مجتهد مجتهد كذلك حكمه الرفع فعندما نعرب نقول مجتهد خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة إذن لدينا شقا للجملة الأسمية المبتدأ وهو ما يبتدأ به الكلام الخبر وهو ما يخبر عن المبتدأ مهما طالت الجملة قد يكون الخبر بعيد لكن متى نحكم أن هذه الكلمة أو الجملة أو شبه الجملة الخبر عندما تخبر عن المبتدأ فلو فلو قلنا على سبيل المثال زيد مجتهد كما ذكرنا سابقا فزيد مبتدأ مرفوع للمبترف عهما الضمة ومجتهد خبر لهذا المبتدأ طيب أما لو ابتدأنا الجملة بفعل على سبيل المثال ضرب هنا لا نحكم ونقول أن الجملة جملة اسمية أبدا هنا يختلف نوع الجملة فتتكون الجملة من فعل وفاعل ومفعول به الفعل والفاعل والمفعول به هذه ما نكون به الجملة الفعلية فعلى سبيل المثال درس زيد الدرس درس زيد الدرس ف الدراسة فعل الدراسة هنا فعل نحكم عليه من زمانه درس فعل ماضي إذن فعل الدرس وانتهى الفاعل هنا زيد والمفعول به الدرسة وراح نتحدث ان شاء الله عن الجملة الفعلية بتفصيلها لاحقا بإذن الله إذن هكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بصائر العلم وكان معنا الأستاذ سامة سعد الدخيل وأستاذ التفسير وعلومه وأيضا الشيخ محمد الكندري وكان يحدثنا أيضا عن أهمية اللغة العربية والمسال المتعلقة بها في فهم النصوص الشرعية إذن انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة وأيضا مع أساتذة متخصصين في علوم شرعية أخرى حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته